كيف معكم مشاهدين حديثنا أما هلأ فوصلنا للفقرة الأخيرة ورح نحكي اليوم عن الموهبة ورح نحكي عن البصمات المميزة والخاصة بمجال ضيفتنا لليوم اللي قدرت تصنع فيه روحها الحلوة ونظرتها لهذا المجال وتقدر تصنع بصمات مميزة وخاصة اليوم معنا الصبية لسه شايفاتي خريجة كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك تحديدا رح تحكي لنا عن موهبة أكتر صارت معنا ضمن استوديو دامسكو أهلا وسهلا فيك اليسا أهلا وسهلا فيك معنا اليسا دا اليوم يعني ذكرنا بعض التفاصيل على حضرتك بالمقدمة ولكن بدنا تخبرنا على حضرتك أكتر وتعرف الجمهور والمشاهدين عنك أنا اسمي اليسا خشيفاتي خريجة كلية الفنون جميلة مختصة بقسم الجرافيك وحاليا عم بشتغل بالشيء لدرجته اليسا اليوم دخولك لكلية الفنون جميلة كيف كان كيف حال أنت بتحبي الرسم من البداية؟ أي صراحة أنا يعني فينا نقول خلقت معي هاي الموهبة يعني بلشت بالرسم لما كنت بصنة صغير فأهلي اكتشفوا هذا الشيء يعني هنا ما قالوا أنه والله مثل غيرة كل الأولاد بهذا العمر بعدوا يرسموا بشي خبر وكذا لا حسوا أنه لا في شيء مطبيعي يعني خلينا نطوره أكتر فمن وقته بلشنا تدريب يوم بعد يوم لو وصلت لكلية الفنون حلو أليسا اليوم يعني دائما بالحياة وتنطور موهبتنا منشهد أو منتأثر بشخصية معينة بكاركتر معين بفنان معين اليوم مين أو بمين اقتدت إليسا لا تقدر تبدأ هذه الموهبة أو تبدأ هذا المشوار بمجال الرسم والغرافك ديزا نعم هلا أنا برأيي الشخصي أنه مشروط الفناني تأثر فنان تاني ليكون فنه فأنا ما يعني ممكن يعني نطلع نتفرج كذا نعمل تغذية بصرية وهيك شي بس أما أنه نتأثر فيه لدرجة أنه نعمل مثل نمطه هو فلا أنا ضد هاي الفكرة لأنه الواحد بيعمل فنه الخاص فيه يعني باسمه الخاص فيه أما كشخص فينا نقدمنا الدعم المعنوي اللي خلانا نوصل له المرحلة فهو الدكتور الله يرحمه عبد الكريم فرياج هو يعني كان يحسنا أنه نحن رح نكون شي مميز يمكن هاي الحالة بتكون ببعض الأوقات هو التأثر بمدرسة معينة فنية أكتر ما يكون تأثر بشخصية معينة أو كاركتر معينة أو أي تماما مدرسة نرحل للمدرسة أكتر كمفهوم عام حلو كتير لسه بمراحل معينة نحن وقتا مبلش بمشروعنا الجديد فهو منحس بضعف بالأداء بقلة شغف هل حسيتي فيه بمرحلة من المراحل هلا مو قلة شغف منحس نحن بخمول لأنه ما بيكون في شي جديد بالحياة عم بيحفزنا يعني مثلا حياة روتينيك اليوم نفس الروتين ما ما عم تطلع معنا مثل ما بيقولوا الالهام اللي ننطلع مثلا طريقة فنية ماليتش يوم أنت عم ترسمي وأنا مدرسة أنت خلص أنا ما عم تبدي أرسم وأنا عم برسة مرات فترة بحياتك كونك أنت من الظغر مبلشة أنك ترسمي ولا حد لحل لا العمر كبير صرتي فأنه خلص أنه قلت أنا ما عم تبدي أرسم تمام لا صبية صغيرة هلا لا أمو أنه ما عم تبدي أرسم بس أنه لا ما في شي ببالي أن يطلعوا يعني ما في شي بصير معي حتى تطلعوا بطريقة وهي الحالة بتحتاج لبقت معين لصفوة معينة والشخص بيقعد بينه وبين حاله أنه أنا واصل لمحل استنزفت أفكاري وبحاجة لأني جمع أفكار جديدة طاقة جديدة أهمت بتلاقي هاي الوقت أو هذا المجال إذا بدنا نقول لا أقدر أنا أعدني وبين حالي وطلع أفكار جديدة في وقت معينة ايه فينا مثلا أنه يعني هنا في عالم تحق علينا أنه هيك بنسرد مع حالنا لحالنا هيك نعض نصفو لحتى تجينا شي فكرة أو مثلا ممكن مضحك علي مشوار كذا ممكن اتخانع مع حدا يعني يخليني اندفع انفعال يطلع لي شيء يحفزني أكثر ما يكون هذا الواقع بالبيت بس أطوفي لا أقدر أنا أطلع أفكار معينة ليس شخص تخناءة يعني أي عمل خيري أي شيء مهمة في شيء جديد شخص يقدر يغير روتين حياته لا يقدر يطلع أفكار جديدة تماما تماما يعني أنت بتحس حالك ترسمي أكثر وقت تكوني فرحانة وقت تكوني معصبة أو بزعلانة أها دائما يعني بعرف في بعض الرسامين لما أنا بس كون رائقة كون رائقة معي الأمور أنا بقدر أطلع أكثر مع عندي هاي الحالة بتزبط كما أنزل واحد كان معصب أه حلو كثير طيب يعني المزاج يلعب دور به الحالة أكيد ناشي بالنسبة لمشاركاتك المحلية شو كان عندك؟ هلأ بما أنه لسه أنا متخرج جديد وهلأ بلش يعني وقت المشاركات وفي الصيفية بيكون معارض بالصيفية فأول مشاركة كانت إلي بمعرض الربيع السنوي أي كأول مشاركة شو المشاركات اللي كانت موجودة اللي حضرتك فيه أو اللوحات شاركت بطباعة على الشاشة الحريرية لوحة الطباعة على الشاشة الحريرية وحازت على المركز الثاني تمام يعطي قلب عافية بالنسبة للمشاركات الخارجية أيضا كنا قلت لعداد عرفنا أنه كان لك مشاركة بإكسبو دبي عشرين عشرين تخبريننا أكتر كمان هلأ هي المشاركة عن طريق الجامعة كانت لفتا حلوة كثير منهم خصوصا أنه مو وقتها يعني كنا هلأ عم من بلش نشتغل مشاريع التخرج أنه بنا نتخرج مو فاضين بس حسيت أنه لا خلينا أنا ورفقاتي نستغل الفرصة وشاركنا فيها كانت حركة كثير حلوة كردع العالم اللي بيقولوا يعني هذا الخارج كليت فنو جميل شو بيطلع رسام لا أستاذ رسم بالنهاية فلا أنه شوفوا نحنا لسا عم نتخرج وشاركنا بالمعرض فهلأ هلأ هلأ هي النظرة بالنسبة لكم كطلاب ممكن نضيقكم ببعض الأوقات وخاصة يعني اليوم مجال الرسم والفن واسع ومتل ما بيقولوا الأبواب كتير كبيرة أداش دوركم اليوم تغيروا هالنظرة هلأ ممكن فينا ناخدها بطريقة حفيزية أنا رح فرجيك أنه نحنا شو بيطلع فينا أنه نعمل نقدم أنه طريقة نظرتك مو صحيحة هذا تمام لسا عمشوف رسماتك نحنا على الشاشة حلوين وأغلبهم باللون الأسود ليش تحديداً شو رسالة اللي حبت وصليها هلأ ممكن رسالة بس يعني بدي أكثر نماطية أنه العالم بيشوفوا اللون الأبيض والأسود هلأ ألوان الكقابة والزعل والمعاناة هلأ ما فينا ناخدها كمقياس لأنه فينا نعمل أي شيء أي لوحة تعبيرية عن الفرح بلون الأبيض والأسود الألوان تماماً اليوم أنت عم تجمعي بين الطريقة التقليدية وطريقة الحديثة بين الجرافيك ديزاين وبين الرسم فكيف عم توصفيهم مع بعض هلأ لقلكم كيف أول شيء أنا نحنا مثل ما منعرف أنه بالسنة الثانية نختص بالقسم اللي بدنا فلما طلع لي اختصاص الجرافيك وتذكرت أنه نحنا كنا الجرافيك ديزاين هو نفسه الجرافيك الفن الطباعة والحفر كانوا مجموعين سوا بالنفس القسم بس بعدين الكلية اسمتهم التقليدي ونقوله الحديث فلما طلع لي الاختصاص أنه قلت لش أنا ما بشتغل حالي بالقسمة يعني أنا صح طلع لي الجرافيك الطريقة التقليدية فن الطباعة لنقول هك اسمه فليش ما بشتغل حالي بالقسمة اللي هي الطريقة الحديثة فمن السنة الثانية بلشت أنه عم باخد أكاديميا من الجرافيك فن الطباعة نسميه وبالإضافة اشتغلت على حالي بالقسمة اللي هي الطريقة الحديثة تماماً إليسا يعني بالدقيقة الأخيرة تخبريني عن مشاريعك القادمة اليوم كخريجة شو عم تقدر توظفي هاي الخبرات اللي حصلت عليها خلال فترة الدراسة ولو هن رايحين هلأ أنا بلشت بالطباعة الطباعة على الأقمشة سواء بالطباعة اليدوية أو بالرسم اليدوي بس ما كتير يعني روجت الحالي بالطريقة كما ينبغي لأنه لسا عم بدرس فكرة اللي يكون مختلفة عند العالم الثاني اللي هلأ عم يشتول بهذا المجال رايحين كمشروع عمل إذا بدنا نقول موضوع الطباعة والرسم على الأقمشة حالو كتير طب ليست شو أول رسمة رسمتها وحسيت حالك أنه أنا ممكن حصير رسامة بيوم من الأيام رسمت بابا وقتها هلأ هي أنا رسمتها على كزا مرحلة يعني أول مرة كانت ماشي حالة بسوى شافة أوه كتير حلوة تماما بس أنا قلت أنه استرنا شوي فيني أعملك أحلى منه فرجعت عملتها مرة ثانية مرة ثالثة اللي اعتمدتها من السنة الماضية تقريبة اللي بيضتك يا عافية شكرا 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 ودائما يعني جهود الشباب بتعطينا وتعطي أيضا المشاهدين أمل بأنه ما حدا يستسلم شو ما كان الوضع وشو ما كان الظرف إنما نقدر نعطي دائما أحلى شيء عنا وأفضل شيء عنا كل الشكر لو وجودك معنا شكرا 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 اشتركوا في القناة